السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومحمد عليكم في حلقة جديدة من قناة Easy English السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلب الطلبات الشهادة الاعدادية اهلا ومحمد عليكم في حلقة جديدة معاكم مستر طال بنا من قناة Easy English النهاردة ان شاء الله احنا هنستكمل مع بعض Chapter 3 وده هيكون الجزء التاني والاخير وده اخر جزئية لبلاك بيولي في الترم الاول اخر جزئية القصة بتاعتنا في الترم الاول تعالوا ان شاء الله نبدأ على طول زي ما احنا متعودين مع دعاء المذاكرة اللهم اني اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين وان تجعل ألسنتنا عمرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير وحزبنا الله ونعم الوكيل وتعالوا على طول ان شاء الله نبدأ بسم الله شابتر ثري كان بعنوان جو جرينز لسن الدرس الخاص بجو جرين او درس جو جرين بارت وان الجزء الاول احنا كنا اخر حاجة تكلمنا فيها ان جون كان اخذ بلاك بيولي مسافة طويلة جداً عشان يحضر دكتور وايت او الطبيب علشان السيدة سكوير جوردون مريضة مريضة جداً واضطر الطبيب او اضطر الدكتور وايت انه ياخد بلاك بيوتي عائداً به لبيرتويت بارك لان حصانه الوحيد اخذ ابنه فطبعاً دي كانت مسافة طويلة جداً على بلاك بيوتي ومعاناة هنقابلها في الشابتر ده تعالوا ان شاء الله نبدأ على طول مع بارت 2 الجزء التاني من شابتر ثري كان صعب عليا اوي او صعب عليا جداً ان انا اوصف الرحلة رحلة العودة تحديداً يعني الطبيب او الدكتور كان اثقل وزنا من جون وما كانش راكب جيد للحصانه وما كانش فارز جيد كان تقريباً ما عنديش اي طاقة عندما عدنا او وصلنا عائدين الى بيرتويت بارك الطبيب جري لداخل البيت ويونج جو ويونج جو خدني الى الداخل شاعري كله كان مبتل وكنت اشعر بالحرارة الشديدة جداً كان صغير فالسن كان صغير فالسن كان صغير فالسن كان صغير فالسن ما كانش عارف يعمل ايه حصان جري لمسافة طويلة جداً يحتاج لكي يبقى دافئاً وان يشرب مياه دافئاً دوأت خطير جداً على الحصان لازم شخص يعد مع الحصان ويرأبه ايضاً جو ما عملش كل ده ما حطش علي او ما غطاش جسمي بطنية بلانكت يعني بطنية لاني انا كنت حران كنت اشعر بالحرارة فهو افتكر اني لأ ميادم هو حران مش هينفع اغطيه بطنية وداني ميا باردة لأشعر بعد ما ماشي بعد ما ماشي وتركني الوحدي في السطبل تعالوا نشوف ايلا حصل بدأت اشعر بالبرد جداً وحاولت على الارض وحاولت ان انا انام وناي وكب عندما ستاقصت جون كان بجاني بي كان صعب جداً عليا اوي ان انا اتنفس رطاني بطاطين مش بطنية با وداني بعض من الماء الساخن وبعدها اعد معايا ليلة ونهار يعني يوم كامل سكوار جوردون سكوار جوردون كمان جي عشان يشوفي وده كان تعليق سيد سكوار جوردون وده كان تعليق سيد سكوار جوردون مسكين يا بلاك بيوتي انت انقصت حيات زوجتي وانت دلوقتي مريض كما هي كانت كمان جو جرين الصغير مكنش مبسود بالمرة وعرف ان انا كنت مريض لانه فعل الاشياء الخاطئة في تلك الليلة اللي انا رجعت فيها مع الطبيب او مع دكتور وعيد تعالوا نستكمل مع بعض باقي المص لحزن الحز اصبحت بصحة جايدة في عدة ايام قليلة ولكني عارف اني جون غضبان من جو عشان الخطأ اللي ارتكبوا معايا بعد عدة اسابيع قليلة جو خلا بلنا بقى جو جرين took me out to take a message اخذني للخارج عشان ياخد رسالة انيبر الى غار احد الجيرانية في طريق عودتنا للبيت we passed a carriage عبرنا او عدينا على عربية زي ما احنا شايفين اللي احنا شايفينها في الصورة دي that was full of heavy metal bars اللي كانت مليئة بألواح معدنية ثقيلة it was taking them كانت وغداهم العربية الشخص اللي بيقودها كان واخد العربية واخد الحمول اللي معاه to a nearby factory الى مصنع مجاور تعالوا طبعا زي ما احنا ملاحظين ان السائق بتاع العربة بيستخدم a web اللي هو web اللي احنا شايفينه في الصورة اللي هو الكرباج كان بيستخدمه من الحسنة بتاعته وملاحظين ان في وجه اعتراض من جو جرين ونستكشف اللي عمله جو جرين مع الراجل the wheels of the carriage العجلات بتاعت العربة could not move because the carriage was so heavy لأن العربة كان ثقيلة جدا and there was thick mud وكان في طينة أو وحلة سميكة جدا طبعا العجل غرس فيها on the road على الطريق two horses were trying to pull the carriage كانوا بيحاولوا يجروا العربة but they could not مكانوش قادرين ولكنهم مكانوش قادرين the driver was hitting them الصائق أو القائد كان بيضربهم hard بشدة with a whip بكرباج أو بصوت زي ما احنا بنقول عنه stop please جو طبعا بيقول توقف من فضلك the wheels will not move in this mud العجلات مش هتتحرك في الوحلة أو الطينة دي be quiet said the driver rudely القائد بتاع العربة التانية قال له اهدى كن هادئا أو أصمت وألها بوقاحة rudely يعني بطريقة سيئة بوقاحة زي ما قولنا I can help you take some of the metal from the carriage أنا أقدر أساعدك ناخد بعض من الحديد اللي انت محمله على العربية من العربية يعني then it will move وبعد كده هتتحرك go away امشي اغرب عن وجهه said the driver برضو تاني بيكرر خطأه القائد بتاع العربة وبيصد جو I know what I'm doing أنا عارف ان انا بعمله مش انت بس He continued to hit the horses وأكمل ضربه في الحسنة قاعد يضرب في الحسنة جو كويكلي ركب أو انتطاني black beauty هنا هو اللي بيتكلم to the factory إلى المصنع وقدني إلى المصنع ووجد المدير جو told him what the man was doing و جو قال له على اللي الراجل كان بيعمله خلي بالكو ده موقف مهم جدا لأنه بيزبت قد اي جو محب للحسنة وكاره لتعذيب الحسنة خلي بالكو عشان هنتسئل في الجزئة دي thank you جو said the manager المدير بتاع المصنع هو اللي بيقول كده لجو I'll deal with the man انا هتعامل مع الراجل ده انا هتصرف مع الراجل ده will you tell the police what you saw هتقول الشرطة لو انا طلبت شاهدتك هتغبر البوليس او الشرطة باللي انت شفته رد جو قال له yes I will نعم سوف افعل ذلك هقول كل اللي عندي سيد جو او هقول كل اللي شفته قال كده جو تعالوا نستكمل مع بعض الجزئية اللي قاله the manager went to find a carriage المدير ذهب لكي يجد العربة with the metal اللي فيها الحديد and Joe went home و Joe راح البيت he told Joan what happened وأغبر جون على اللحصن you did the right thing سيد جون جون بيقوله انت فعلت الشيء الصح أو فعلت الامر الصحيح we heard later احنا اسمعنا فيما بعد that the police asked Joe ان البوليس فعلا استجوب جو سأله about what he had seen عن اللي شافه Joe explained very well شرح اللي شافه بشكل جيد and when the police saw the poor horses ولما الشرطة شافت الحصنة المسكينة they sent the driver to prison أرسلوا القائد المركبة إلى السجن for two or three months لمدة شهرين أو ثلاثة it was happy to see the change كان من الشيء المفرح ان انت تشوف التغيير that came over Joe اللي جي على جو he learned from his mistakes هو أتعلم من الأخطاء بتاعته to become a very good worker انه يكون عامل مكتهد و جيد جون was now very pleased with him جون كمان دلوقتي مبسوط منه مفيش خلاف you look taller than you did last week said جون انت بقيت أطول من الأسبوع اللي فات said جون soon سريعا أو بعد فترة قريبة جدا جو was singing happily رجع تاني جون جو يغني بطريقة سعيدة again مرة أخرى everyday كل يوم زي ما احنا كنا متعودين however ومع ذلك Mrs. Gordon became ill again in the years that followed السيدة جوردون أصبحت مريضة مرة أخرى في السنين التالية the doctor said the doctor that she should live in a warmer climate لازم تعيش في مناخ أكثر دفءا we heard that squire and Mrs. Gordon سمعنا إن السيد و سيدة جوردون were going to leave England هيتركوا انجلترا everybody was very sad الجميع كان حزين جدا all squire gordon's horses were sold كل الأحصنة أو الخيول الخاصة بالسيد squire gordon اتباعت اتباعت to new owners لملاك جدد ginger and i were the last horses to leave birtwig park and one morning and one morning في جنجر و أنا طبعا كنا آخر حصنة to gader birtwig park and one morning في أحد أيام الصباح في يوم من الأيام الصبح we took squire gordon and his wife to the railway station أخذنا السيد squire gordon وزقته إلى محطة القطار we never saw them again ما شفناهمش مرة أخرى ginger and i found out ginger وأنا اكتشفنا فيلمة find out يكتشف الماضي منها found out اكتشفنا that we were going to live at earl shale park هنعيش في مكان اسمه earl shale park the home of rich earl بيت يمتلكه earl وده لقب انجليزي غني طبعا ريتش يعني غني ويرل يعني لقب انجليزي هي هي بالعربي earl called smith يسمى او يدعى smith يبقى هنقول عليه اسمه earl smith والمكان اللي هنعيش فيه earl shale park طبعا احنا قلنا مش بنترجم ولكن احنا بنقدر نترجم park لحديقة وطبعا مقصوب بها عزبة يعني كبيرة جدا زي ما احنا عارفين ان الناس الاغنية كانوا بيعيشوا في الفترة دي في يعني مساحة كبيرة جدا من الارض john took us there john اخدنا الى هناك the next day في اليوم التالي and told the new helper وقال للمساعد الجديد مساعد الجديد بالنسبة لي على جينجر a man called york رجل كان يوضع يورك خلي بالنا رأى ان دلوقتي المساعد الجديد اللي هيشتغل مع black beauty ويشتغل مع جينجر اسم يورك او اللي هيبقى مسؤول عنهم يعني that we were the best horses they could have ان احنا افضل حسنا هما امتلكوهم then john left too وبعدها john كمان تركنا هو ايضا i felt very sad حسد بالحزن جدا to see him go وانا شايفو بيمشي بيغادر المكان i did not realize لم ادرك that my new home اني بيتي الجديد with earl and lady smith بيتي الجديد مع السيد والسيدة earl smith would bring new difficulties سوف يجلب الينا مصاعب اخرى for ginger طبعا الجنجر and me الجنجر وأنا وهنا بينتهي الجزء الخاص بالتيرم الاول اخر جزء chapter 3 تعالوا كده نشوف مع بعض الاسئلة اللي عندنا عبارة عن اين question number one how was the journey back for black beauty كيف كانت رحلة العودة لبلاك بيتي it was hard كانت صعبة as the doctor was heavier لين الدكتور كان اثقل وزنا and not such a good rider وما كانش فارسا جيدا question number two what happened to black beauty when he got back home ماذا حدث لبلاك بيتي عندما عاد الى المنزل أو بطريقة اخرى how did black beauty feel كيف شعر black beauty after he returned بعد ما عاد to square gordon's home الى منزل square gordon طيب عندي ايجابتين his hair was wet شعره كان مبتل he felt very hot وشعر بالسخونة الشديدة question number three what did doctor white do when he arrived ماذا فعل دكتور white عندما وصل he ran into the house جري داخل المنزل الى داخل المنزل to save mrs gordon لينقذ السيدة gordon تعالوا نستكمل مع بعض باقي الاسئلة ماذا يحتاج الحصان او الفرس الذي جري مسافة طويلة he needs to stay warm يحتاج ان يبقى دافئا and to drink warm water ويشرب مياه دافئة السؤال ده برضو جيفة لسينبوك what did joe do wrong ما الخطأ الذي فعله joe how did joe make black beauty ill او كيف جعل joe black beauty مريضة he didn't cover beauty ما غطاش beauty with a blanket ببطنية and give him cold water ودال ومية بردة ادي الخطأين اللي هو عمله what happened to black beauty when he drank cold water ماذا حدث لblack beauty عندما شرب الماء البارئ he felt very cold شعر بالبرودة الشديدة couldn't breathe لم يستطع التنفس and his body egged and his body egged وجسمه بدأ يقلم question 7 what did joe do for beauty when he was ill ماذا فعل joe لبيوتي عندما كان مريضا he stayed beside him جلس بجانبه او ظل بجانبه and covered him with a blanket with a top battaniya and give him some hot water ودالوا بعض الماء الساخن طبعا الماء الساخن الماء الساخن او الماء الدافئ ما فيهاش مشكلة تعالوا نستكمل مع بعض باقي الاسئلة لماذا كان جون غاضبا من جون because he did the wrong things with beauty لأنه تصرف بطريقة خاطئة مع بيوتي أو فعل الأشياء الخطأ مع بيوتي what did square gordon do when he knew that beauty was ill what did square gordon عندما عرف ان بيوتي مريض he came to see him أتى ليراه and told him that he saved his wife's life وقال له ان هو أنقذ حياته وقى عشان يشوفه وأخبره ان هو أنقذ حيات زوجته question number 10 what made black beauty happy when square gordon visited him ما الذي قال black beauty سعيدا عندما زاروا square gordon when he heard that mrs gordon was well again عندما سامع ان السيدة gordon اتحسنت مرة أخرى why was joe very unhappy لماذا كان جو حزينا جدا because he knew that beauty was ill because of the wrong things he did that night لأنه عرف ان بيوتي كان مريض بسبب الأشياء الخطأة اللي هو فعلها في تلك الليلة تعالوا نستكمل باقي الأسئلة question number 12 why did joe become happy again متى أصبح جو سعيدا من روح when black beauty became well again عندما تحسن black beauty مره question 13 what did joe and beauty pass on their way home على ماذا مر جو وبيوتي في طريق عودتهم للمنزل they passed a carriage مروا بعربة that was full of heavy metal bars اللي كانت مليئة بالقطبان المعدنية where did the carriage take the metal bars to إلى أين كانت تأخذ العربة القطبان المعدنية اللي كانت محملها لي to a nearby factory إلى مصنع مجاور question 15 why couldn't the carriage move لماذا لم تتمكن العربة من التحرك أو بتتقال بطريقة تانية why couldn't the carriage carrying the metal bars move لماذا لم تستطع تتمكن العربة التي كانت تحمل قطبان معدنية من التحرك ما كانتش ليه قدر تحرك طيب عندي إجابتين because it was carrying the metal bars which were so heavy إنها كانت شايرة قطبان معدنية اللي كانت تقيلة جدا there was thick mud وكان في وحلة أو طينة سميكة جدا on the road على الطريق why was the driver hitting the horses لماذا كان السائق يضرب الخيول because they were unable to pull the carriage لأنهم كانوا غير قادرين على قرر العربة what did Joe ask the driver to do ماذا طلب Joe من السائق اليقان he asked him to stop hitting the horses طلب منه أنه يتوقف عن ضرب الحصنة question 18 what did Joe offer to do to help the driver ماذا عرض Joe على السائق عشان يقدر يساعد أو تتقال بطريقة تانية how did Joe offer to help the driver of the two horses كيف عرض Joe المساعدة على السائق ذو الجوادين أو الحصانين أو اللي كان بيقود حصنين طبعا الحادثة معروفة chapter 3 أو الوقعة يعني مشهورة he offered to take some of the metal bars وعرض عليه أنهم يغدوا بعض القطبان المعدنية from the carriage من العربة يشيلوها يعني ويخففوا وزن العربة no he refused rudely لا رفضوا بوقاحة what did Joe do after the driver refused his help ماذا فعل Joe بعد أن رفض السائق وسعدته and continued hitting the horses واستمر في ضرب الحصنة he went to the factory جو طبعا مسكتش راح المصنع and told the manager وأخبر المدير about the driver عن القائد بتاعه أو السائق اللي هو مستأجره في المصنع أو بيشغلوا عنده في المصنع question 21 what did the manager ask Joe to do ماذا طلب المدير من Joe أن يعتقد he asked him to tell the police what he saw طلب منه أنه يغبر الشرطة بما رأى في حين الشرطة طبعا تطلب منه أنه يدلي بشاهد what happened to the driver who hid the horses near the factory ماذا حدث للصائق اللي كان بيدرب الخيول أو الذي كان يضرب الخيول بجوار المصنع he was sent to the prison هو أرسل إلى السجن for two or three months لمدة شعرين أو تلاتة number 23 why was Joe happy لماذا كان Joe سعيدا to see the change that came over Joe برؤية التغيير اللي حصل لجو because Joe learned from his mistakes لأن يجوه يتعلم من أخطاءه عند became a very good worker وأصبح عامل جيد جدا why did square gordon sell his horses لماذا باع square gordon خيوله because they were going to leave England لأنهم كانوا هيغدروا انجلترا تعالوا نستكمل باقي الأسئلة 25 why were square gordon and his family going to leave England لماذا سيغادر السيد square gordon وعائلته انجلترا because mrs gordon became ill again لأن سيرة gordon أصبحت مريضة مرة أخرى and the doctor advised والدكتور نصح here نصحة to live in a warmer climate انها تعيش في مناخ أكثر دفئل 26 who bought black beauty from square gordon مين اشترى black beauty من السيد square gordon a rich earl called smith أحد النبلاء أو أحد الأغنياء الذي يدعى smith where did the new owner earl smith live أين كان يعيش earl smith المكان بتاعه كان اسمه at اننا هقول طبعا للأجابة كاملة at earl shell park في earl shell park تعالوا نستكمل مع بعض باقي الأسئلة who is york من هو يورك the new helper at earl shell park المساعد الجديد في earl shell park number طبعا نقول للجديد بالنسبة لblack beauty وبالنسبة الجينجر 29 what did joan tell the new helper york about ginger and black beauty before leaving them ماذا أخبر جون المساعد الجديد york عن جينجر و black beauty أبل ما يغذرهم أبل ما يترك المكان he told him هم أخبروا that they were the best horses they could have أخبروا أن هم أفضل خيول إدروا يمتلكوها question number 30 سؤال رقم 13 why was black beauty worried about his new life لماذا كان black beauty قلقا بشأن حياته الجديدة because he realized that لأنه أدرك إني it would bring new difficulties ربما تجلب لي مساوي ومصاعب جديدة for him لي and ginger وكمان يا ريت يا جماعة ما ننساش أسئلة التفكير النقطي بفكرك بيها أسئلة مهمة مش شرط أحفظها وقلنا ما بتتحفظ أصلا نقراها عشان بس نشوف ممكن تيجي بأي شكل قلنا إن إجابتها ما بتتحفظ لإني قد تتغير من شخص لشخص لإني دي أراء ولكن قلنا دايما حافظ على رأيك إنه يكون إيجابي عشان أخد درجة عشان يتحسب لي الإجابة إجابة صحيحة طبعا لو الموقف يتطلب إن أنا أجاوب بشكل إيجابي لكن لو الموقف عن شخص الشخص مش كويس فما فيش أي مشكلة إن أنا طبعا أجاوب لو هي الإجابة فعلا بالسلب يعني هنا بنكون وصلنا نهاية حلقتنا يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير لايك وشير وما توقفش الخير لو حضرتك أو حضرتك مش مشتركين في القناة يسعيدنا جدا نشتراككو وانضمامكو لينا يا ريت كمان ما ننساش نفعل زر الجرس لأن تفعيل زر الجرس بيساعدك كتير إنك تكون متابع معنا لأنه بيديك إشعار مع نزول كل حلقة جديدة على القناة لو حابب تبحث عن أي حلقة خاصة بينا على اليوتيوب تقدر تستخدم الكلمات اللي ما بين الأقواص دي إيزي إنجليزي تالت عدادي هتظهر لك الحلقات الخاصة بتالت عدادي الخاصة طبعا بقناتنا قناة إيزي إنجليزي على الشريط اللي تحت بيظهر عشتاج دلوقتي قدامك باللغة الإنجليزية لو استخدمتوا إنك تبحث بي على فيسبوك هيزهر لك الجروب والصفحة بتاعتنا يسعدنا كمان انضمانكوا لينا طلب التالت عدادي يريد تنضموا للجروب والصفحة علشان بننشر عليهم الامتحانات بتاعة المحافظات بنقدر نحصل عليها وقتها وخصوصا لو إنت محافظتك امتحانك متأخر شوية أو معاد امتحانك متأخر فبتقدر تبطلع وبيكون عندك خبرة من المحافظات المختلفة أتمنى يا رب إن أنا يكون قدرت أساعدكم النهاردة كان معكم مستر طه البن من قناة إيز إنجليزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته